أصارت تصريحات مفتي الديار المصرية شوقي علام والتي أشاد فيها بطهارة الكلب وجواز التعبد والصلاة بوجوده في المنزل ضج على مواقع التواصل الاجتماعي بين رافض لهذه الفتاوي التي تخالف كل ما تربين عليه وبين مؤيد لها وقال علام في مقابلة تلفزيونية أن العلماء اختلفوا بشأن هذه المسألة وأشاد أغلبهم بنجاسة الكلب لكن المذهب المالكي الذي تنتمي له دار الإفتاء المصرية يقول بأنه طاهر وأضاف علام أن المذهب المالكي يتبنى قاعدة أن كل حيوان حي فهو طاهر مؤكدا أن بالإمكان التعايش مع الكلب وتعبد الرب فإذا توضأت وجاء لعاب من الكلب على البدن أو على السوب فلا حرج إطلاقا بالصلاة ولا داعي لإعادة الوضوء أو غسل الملابس وجاءت الكثير من التعليقات رافض الفتوى رفضا قاطعا فيما انتقد آخرون الروايات المختلفة بشأن تربية الكلاب والحيوانات واستنكر آخرون الجدل القائم حول نجاسة الكلب أو طهارته داعيين إلى حرية القرارات فيما يتعلق بالاختيارات الشخصية واختتم مفتي الديار المصرية حديثه قائلا مؤكدا عدم جواز قتل الكلاب بأي حال من الأحوال إلا بعد اتخاذ إجراءات شديدة الصرامة